اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعداداتها لاستقبال حوالي مائة وخمسة واربعين الف طالب وطالبة بمن فيهم اثنى عشر الفا من الطلبة المستجدين واشار الوزير الى ان الوزارة قد قامت بتوظيف تسعمائة معلم ومعلمة من ابناء مملكة البحرين واستكمال اجراءاتهم واعدادهم لاستلام وظائفهم في ظروف مناسبة وتوزيعهم على المدارس وفقا للحاجة كما قامت الوزارة باتخاذ اللازم على صعيد جدولة المواد الدراسية لتغطية الاحتياج الناجم عن خروج اكثر من ثلاثة الاف وسبعمائة من موظفي الوزارة ضمن التقاعد الاختياري وذلك بهدف تأمين توفير المعلم لكل صف دراسي وفقا للموارد البشرية المتاحة واضاف الوزير ان الوزارة قد نجحت في التعامل مع الوضع الاستثنائي الذي تواجهه هذا العام والمتمثل في الاخلاء الجزئي او الكلي لعدد من المدارس التي لا يتناسب وضعها الانشائي مع الخدمات والمرافق المساندة للعملية التعليمية التي تقدمها الحكومة حيث قامت الوزارة بتنفيذ خطة الاخلاء بنجاح وفي وقت قياسي متضمنة العديد من الاجراءات البديلة ومن ضمنها تحويل الطلب من تلك المدارس الى مدارس اخرى قريبة قدر الامكان وتوفير عدد اضافيا من المباني والفصول الدراسية لاستيعاب الطلبة وبالنسبة لقطاع التعليم العالي فقد اكد الوزير ان مجلس التعليم العالي ماض في جهوده لتطوير هذا القطاع الحيوي من خلال تطوير مستوى البرامج الاكاديمية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع واستقطاب الجامعات العالمية الى المملكة مشيرا الى ان هذا العام سيشهد افتتاح كلية عبدالله بن خالد للدراسات الاسلامية التي تهدف الى اعداد خريجين متمكنين في مجالات القضاء الشرعي والاجراءات التشريعية اضافة الى العلوم الشرعية والصيرف الاسلامية فتحت ابواب المدارس لطلابها لتبدأ رحلة دراسية تعليمية سيكون لها رقمها المؤثر في قاموس حياتهم المعرفية بعد عطلة صيفية ذاقوا من خلالها روح الطيش الطفولي واشباع رغباتهم بكل ما هو مسلم ومفيد فمن هذه المدارس لحظات ارخت وفرضت ذاتها المنمقة ليذكرها الاباء اليوم في قالب سرد موجهة للابناء وها هم الابناء قد عادوا لعامهم الدراسي الجديد للعيش داخل ملامحه وفصوله نتمنى ان يكون عام مبهر ومتميز فقد تم استقبال مجموعة كبيرة من طلبة صف الاول حيث تعتبر هذه السنة هي العتبة الاولى لهم في التعليم وكان استقبالنا لهم مبهر عن طريق جميع الانشطة التي نفذت لهم في هذه مرافق المدرسة انا قاعدت نشيط قاعدت من الصبح انا جيت للمدرسة لشان نشوف الاستاذ اول يوم جاي المدرسة هذا حاب اني احصل اصدقاء جدا وبعد هذا مستانس لاني جغش في مدرسة جديدة وتو جاي صف الاول وبعد داصرت كبير ان شاء الله اروح بعد الجامعة وتقدم وانا مسرورنا اني داش هالمدرسة انا حبصة في الاول ويج اول انا اول يوم في المدرسة وبالاول عن المبحرين اليوم بدنا هاي الحصة بكل دد واجتهاد وزارة التربية والتعليم لم تألو اي جهد في توفير الاستعدادات والاجراءات المتعلقة بضمان سيابية عودة الطلبة الجدد الى صروحهم التعليمية فقد شهد العام الدراسي الجديد 2019-2020 تميزا ملحوظا من حيث انتظام الطلبة واستفافهم داخل فعاليات الطابور الصباحي ومن ثم توجههم نحو الالتحاق بصفوفهم في بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020 استقبلنا الطلبة صغار السن المرحلة الاولى الابتدائية بكل بهجة وسرور ورحبنا بانفصال الرياضي بمجموعة من الفعاليات والانشطة الترفيهية اللي استمتعوا بها بالفعل وانعكس ذلك بوضوح جدا على اوجه والرسمة البسمة على اوجه الاطفال والحمد لله رب العالمي ونأمل ان شاء الله عام دراسي حافل ومفرح للجميع باذن الله وكل عام انتم بخير يأيت من الصبح ودوامت واشتهدت واتمنى النجاح لي وعقرابي اليوم رحنا المدرسة وشفنا المكان مزين وشفنا مديراتنا ومعلماتنا واخواتنا كلهم فمن شذي انا سعبت وايد هذا وتواصل وزارة التربية والتعليم بتنفيذ العديد من الانشطة والفعاليات في المجالات الفنية والرياضية والكشفية التي تشمل مختلف المراحل الدراسية الثلاث بما يرتقي بمواهب الطلبة وابداعاتهم أنا قاعد الصبح نشيط عشان المدرسة وعشان الدراسة يعني عشان أدرس وألعب وأستانس شوي كذي يشرح الأستاذ الدرس كذي نكتب في الديفوتر في الكتب أشياط شذي أنا جداً سعيدة لأنه بأشوف الفيدياتي اللي كانوا بياي في الصف أنا اليوم وايد وايد مستانسة حدي مستانسة متحامسة يعني أخر سنة لي ما بي أفاق مع علمتي ولا مع علمتي يعني كلش ما بي أغيب ولا شي السنة أبي أكون متفاقة عشان أسعد أمي وابوي ورفع رأسهم أنا وايد مستانسة لأن المدرسة متحامسة لأنه بأشوف صديقاتي وزارة التربية والتعليم عملت ضمن خطتها لإنشاء العديد من المدارس في مختلف مناطق المملكة وفق النظم الأكاديمية الحديثة والاشتراطات والمواصفات العالمية من أجل مواكبة التطور التعليمي المستمر في مملكة البحرين وتوفير المزيد من الخدمات التعليمية في مختلف المحافظات وتغريب تلك الخدمات من مناطق سكان الطلبة والطالبات يوم مليء بالنشاط مع بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020 وفرحة قمرت أرجاء مملكة البحرين بعودة طلبة المدارس لمراحلها الثلاث الابتدائية والإعدادية والثنوية الذي أعدت له وزارة التربية والتعليم العدة الكافية قبل فترة وجيزة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين هو عام يعيد فيه الطالب تنشيط فكره وإثراء معرفته بكل ما قد تحمله له المرحلة الدراسية الجديدة من حياته التي سيخوض معتركها العلمي والأدبي عبر بوابة مدرسته باعتبارها البيت الثاني الذي يجود عليه بالعلم ولا يبخل أكثر من مائة وخمسة وأربعين ألف طالب وطالبة التحقوا بمقاعد الدراسة الموجودة داخل حدود ما يزيد على مائتي مدرسة للبنين والبنات في كافة المراحل الدراسية من بينهم اثني عشر ألف طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي هذا العدد الكبير من الطلبة يحتاج بلا أدنى شك إلى تلبية متطلباته وحاجاته من المناهج الصفية لمختلف المراحل الدراسية إذ عمدت وزارة التربية والتعليم وعلى نفقتها الخاصة إلى طباعة ما ينوف على مليونين وخمسمائة ألف كتاب مدرسي وما يطوف عن مائتي ألف نسخة من الكتب المدرسية لطلبة المدارس الخاصة خصوصا مواد اللغة العربية ومواد التربية الإسلامية المواد الاجتماعية ومواد التربية المواطنة وقد روعي في إعداد الكتب المدرسية الجديدة أو المعدلة حجم التلاؤم مع الاتجاهات التربوية والعلمية الحديثة في طرح الموضوعات ومعالجتها وتصميمها وفق مستويات الطلبة في كل عام تحرص وزارة التربية والتعليم على توفير خدمة المواصلات المجانية لطلبتها القاطنين في مختلف مناطق المملكة فهي لا تتقاضى أي أجر مادي من قبل الطلبة مقابل خدمة نقلهم ذهابا وإيابا من البيت وإلى المدرسة فعدد الحافلات المدرسية التي تم تخصيصها للطلبة وصل هذا العام إلى 650 حافلة ستنقل في كل يوم دراسي ما يزيد على 37 ألف طالب وطالبة ذو العزيمة هم أيضا في عين الوزارة ترقب راحتهم تسع حافلات مزودة بمقاعدة كغربائية وثلاث حافلات مختصة بنقل الطلبة من ذو الإعاقات الذهنية البسيطة ومتلازمة دول مبدأ لا يمكن قسمته على اثنين حق التعليم وتوفير منصاته للجميع جهود ذهبية كانت قد بدلتها الوزارة لتفادي ما قد ينجم عن عملية إخلاء المدارس المتضررة ومنها افتتاح عدد من المنشآت التعليمية مع بداية العام الدراسي هذا وهي مدرسة الشيخ موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات ومدرسة ابتدائية للبنات في مدينة حمد ومدرسة المحرق الابتدائية الأكاديمية ومبنى أكاديمي في مدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنات إضافة إلى تشغيل الطابق الإضافي بمدرسة السلام الابتدائية للبنات هذا إضافة إلى إنشاء المئات من الصفوف المتنقلة المتطورة والمكونة من طابق أو طابقين لاحتضان المزيد من الطلبة في المدارس القائمة وزيادة الطاقة الاستعابية فيها كما قامت الوزارة باتخاذ اللازم لعمليات الإخلاء الكلي للمدارس والمباني التي لا يتناسب وضعها الإنشائي مع الخدمات والمرافق المساندة للعملية التعليمية حيث تم تحويل الطلبة من تلك المدارس إلى مدارس أخرى كما نجحت الوزارة في عملية الإخلاء الجزئي لعدد من المباني في المدارس وتم إعادة ترتيب الوضع فيها بإضافة عدد من الفصول بمواصفات جديدة ومتطورة وتأمين الجزء الآخر من المباني المتضررة في المدارس القائمة وعزلها عزلا تاما خطة الوزارة في مجال توظيف المعلمين لتغطية النقص الناجم عن التقاعد الاختياري أكثر من ثلاثة آلاف وسبعمائة من شاغلي الوظائف التعليمية خرجوا من حسابات الوزارة عبر بوابة التقاعد الاختياري أمر جاء كنقطة تحول تعاملت وزارة التربية والتعليم محيثياته بشكل علمي مدروس إذ بادرت الوزارة إلى توظيف العديد من المعلمين البحرينيين في التخصصات المختلفة الاستفادة من معلمي ومعلمات الاحتياط إعادة تأهيل وتدريب العديد من المعلمين والمعلمات لسد النقص في بعض التخصصات ناهيك عن تنفيذ باقة من البرامج التدريبية التي أعدتها الوزارة حيث وصل عدد هذه البرامج إلى مائتين وخمسة وعشرين برنامجاً تم توجيهها ليستفيد منها الآلاف من المتدربين من المدارس وقطاعات الوزارة وإداراتها هذا إلى جانب خطة التدريب والتأهيل المعدة للمعلمين والإداريين لإحلالهم بمواقع المتقاعدين اختيارياً والتي اجتملت على تسعة برامج تدريبية استهدفت أكثر من مائتي إدارياً ومعلم ضمن خطة إحلال المعلمين والإداريين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر